اشتركوا في القناة في هذه الحلقة من برنامجكم رأي الغلابة سنحاول ان نسبح قليلا في خطاب نرجو ان يكون وجيزا عن الكيفية التي يمكن ان نختار بها الحاكم هذه المسألة قد تأخذ مننا قليلا من الوقت او اكثر من حلقة لكن في هذه الحلقة التي نحن الان بصددها سنتحدث ان شاء الله عن اول مؤتمر يمكن اعتباره بقوانين الحديثة الان هو اول مؤتمر السياسي لاختيار حاكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاله الى الرفيق الاعلى اختيارا وبعد هذا الانتقال الى رحاب الله انقطعت اخبار السماء بانقطاع الوحي ولذلك يعني هذا ما دعا المسلمون الى ان يجتمعوا مع بعضهم البعض لحل مشكلة القيادة من ذا الذي سنليه ثقتنا حتى يتقدم الصفوف ويقود هذه الامة الى قبلها الى 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 غاياته التي تريد ذلك و هذا لابد ان يحدث وان طال الزمن عوجا او التواء وما حدث اه في السقيفة استقيناه في من المصادر السنية لم ندخل في اي مصدر من المصادر الشيعية او غير السنية تحت اي مسمى وحاولنا ان نستقيها من اه الافضل افضل الروايات او افضل المراجع الدينية الموثوقة و سنحاول في هذه السانحة انه نجد في البحث عن ذلك ونحاول نشوف ونستوسق من ان هل ما ما صح من روايات يعني هل هو جزء من عمل البشر هل هل ما صح من روايات نقل كما هو ام ان هناك شيئا غابة عن الناس او على الاقل لم يستطع الذين اتوا بعد ذلك ان يضعوه في مكانه الصحيح وايضا سنحاول ان نستنبض ضلالات هذا المؤتمر الذي يعتبر مؤتمر فارق جدا في حياة المسلمين الدينية والسياسية على السواق نحن الآن نعيش في القرن الحادي والعشرين الذي هو الخامس عشر من الهجرة وبعيدين كل البعد عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم سنحاول ان ننتقل الى يوم ان توفى الله رسوله الكريم ورسول صلى الله عليه وسلم مسجى في ذلك الوقت في دار عائشة رضى الله عنها وأرضاها والناس اجتمعوا ليختاروا لهم خريفة يأتمرون فيه وكانت سقيفة بني ساعدة هي الماعون او الدار التي يعني يعني ضاقت بما رحبت من الناس واستطاعت ان تجمع هذا المؤتمر الجامع طيب يعني قبل ما نتحدث عن المسألة دي لابدنا ان نحاول ان نشوف مع بعضنا البعض كده او نتصور الشغل دي كانت كيف يعني اختار الرسول صلى الله عليه وسلم ان يلاقي ربه الوفاة كوفاة كانت شديدة الوضع على المسلمين كافة و لم يستطيعوا جميعا ان يتحملوها بالقدر الذي يمكن ان نعتبر ان الناس تحملوها بشكل عادي يعني ما زي موت اي رئيس هنا قد يقبل البعض ولا يقبل البعض ولكن دي كانت مشكلة لكل المسلمين في ذلك الوقت في المدينة وما حولها والناس قدرت بانه المسلمين ساعة ذاك كانوا نحو ثلاثين الف من الناس وده عدد في الزمن ذاك عدد كبير جدا ان يكونوا في ذلك الوقت انقسم المسلمون في الوقت ذاك الى ثلاثة فرق والقسمة دي يعني لم تكن قسمة بالتساوي او اختلافا في الرأي ولكن في الحالة اللي كانت حاصلة بسبب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان هناك فريق الهاشم وديل فيهم سيدنا علي ابن عبي طالب رضى الله عنهم وارضاه وكان فيهم العباس ابن عبد المنطلب والفضل ابن العباس والزبير ابن العبوام وطلحة ابن عبيد الله رضى الله عنهم وارضاهم جميعا وديل ده قسم اللي هو الذي يمثل بنو هاشم بني هاشم اهتموا في الوقت ذا بتجهيز جسمان الرسول صلى الله عليه وسلم الطاهر ليوارى الثرى في مثواه الأخير ثم ديل كانوا اعتزلوا بعد ما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك فريق آخر من المهاجرين وده كان بقيادة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبي بعيد الجراح وده ساندهم أسد ابن حضير الأشهلي وده من الأوس يعني كان من الأنصار وعويم ابن ساعد الأوسي وده أيضا من الأوس ومعن ابن عدي حليف بني مالك ابن عوف الأسدي والأوسي عفوا وده حنتكلم عنه من أنه الاثنين الأخيرين ده اللي هما معا وعويم هما من التقى من التقيا بأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة الجراح وهم في طريقهم إلى سقيفة بني ساعدة حنتكلم عنهم بعد شوية طيب المجموعة دي ذاتة لما جاءت السقيفة وأنا عايز المشاهد الكريم يتابع ما أقول متابعة دقيقة لأنه المسألة دي عندها يعني خاصة في الأسماء وإلى من يتبعون عشان بعدينك حتكون مؤسرة جدا فيما حدث في السقيفة ديل لما جو السقيفة وتمت الأمور كان يدم بشير ابن سعد الخزرج وده أول اسم من الخزرج الآن نتحدث عنه وده من الأنصار طبعا وفريق آخر من الأنصار غالبهم من الخزرج بقيادة سعد ابن عبادة ده الفريق الثالث اللي هما كانوا كلهم من الأنصار وكلهم من الخزرج أو غالب من الخزرج وكانوا بقيادة سعد ابن عبادة والحباب ابن المنزر وبرضو عايز الاثنين الناس تسمع الأسامي أسماء الصحابة رضا الله عنهم وأرضاهم وتتابع ما نقوله لأن ما سنقوله مرتبط بهذه الأسماء ومرتبط بخلفياته الخلفيات اللي جات منا طيب الأهم حاجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات لم يترك نصا صريحا بمن يخلف حاول كثير جدا من الفقهاء أن يوجهوا بعض الأحاديث باتجاه أبي بكر الصدق لكن لم يكن هناك لم يكن هناك نصا صريحا بخلافة أبي بكر الصديق لرسول صلى الله عليه وسلم في أمر سياسة الناس والمسألة الوحيدة اللي كانت موجودة هو أنه أمره أن يصلي بالناس في اليوم قبل وفاته أو في في صلاة الفجر في اليوم قبل في غير ذلك ما كان في أي نص صريح أو مروية صريحة من الرسول صلى الله عليه وسلم يؤسس فيها إلى من سيخلف وحنجي نشوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب شيئا لكنه ترك ذلك وهو في في مرضه يعني كان في أثناء مرضه وصحى أو من غفوته ثم طلب يعني أن يكتب شيئا لكنه لم 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 يكتب ولم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أو ما يقال في معظم أنه كان أميا وهناك قراءات أخرى لكلمة أمي ذي لكن عليه لم يكن يكتب وطلب لأحدهم أن يكتب وثم ترك الكتابة نفسها يعني لم لم يطبر شيئا ولم يطرب شيئا طيب نحن قلنا كانوا في ثلاثة فرق فريق بيجهز الرسول صلى الله عليه وسلم جسمانه الطاهر وكده وفي فريق كان موجود في بيت عائشة لكنه كان في الخارج لأنه لم يكن يعني فيه هنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكده والفريق الثالث كان موجود في السقيفة اللي هما ديل ناسا الخزرج ده حسب ما هو وربويات بقيادة سعد بن أبو عبادة والحباب بن المنزر ديل اللي كانوا موجودين في السقيفة طيب المهاجرين بقيادة الفريق بتاع المهاجرين بقيادة سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب عالم بما يجري في السقيفة وعالموا أن الأنصار بقيادة سعد بن عبادة والحباب بن المنزر هما موجودين في السقيفة ويريدون أن يولوا واحدا منهم فالكلام ده أصلا بد به سيدنا أبو عمر بن الخطاب ثم جاء فأخذ أبو بكر الصديق وأبو عبيد بن الجراح لكي ينتقل إلى السقيفة ليروا ماذا يفعل الده التاني نقول أنه الهاشميون كانوا منشقلين بتحضير وتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم نجي نشوف بعد كده الكلام الذي قيل أنه أو ما ذكر في معظم الكتب الموثوقة أنه انتهت السقيفة بتنصيب أبا بكر الصديق ثم جاءت بعدها بيومين بيعة أخرى اللي هي البيعة العامة دي سميت بالبيعة القاصة اللي كانت في السقيفة ثم البيعة العامة بعد كده لسائر المسلمين بعد ما تم دفن الرسول صلى الله عليه وسلم طيب إحنا عايزين نشوف بعد أن ناخد لنا فاصل إيه هي دلالات هذا المؤتمر ومن الضرورة أن يعني ناخد وكتنا وإن طال بعض الشيء لكي نتفهم هذا المؤتمر لأنه على أساس هذا المؤتمر سنتحرك فيما يختص باختيار الحاكم في معظم الأصور المعروفة لدينا هنا إحنا هنتكلم عن دلالات مؤتمر السقيفة إحنا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفاه الله لم يحدد خليفة يحكم الناس أو يخلفه بعد وفاته لا من بني هاشم ولا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا حتى من غير من سائر المسلمين دي أول حاجة إنه الرسول لم يترك نصا صريحا لمن سيخلفه الشيء الوحيد الذي تركه وفسره بعض الفقهاء بأنه يعني يمكن أن يكون دلالة على تولي أبي بكر أتولي أبي بكر الصديق وأبو بكر الصديق للمهمة بتاعة الخلافة هو إنه قال لي أصلي بهم الناس دائما أصلى في بعض الروايات تقول الرسول نفسه صلى خلفه صلى الله عليه وسلم طيب أيضا لم يترك آلية يعني ما جمعون وقال لهم والله مثلا يا جماعة أنا عايز إنكم تختاروا واحد بعدي بهذه الآلية أيا كانت لا بالانتخاب الحرة المباشر لا بالنسبية ولا من أهل ولا إنه لازم ما في أي حاجة وضع الرسول صلى الله عليه وسلم كآلية لاختيار ما بعد حسب ما يعني قرأناه وفهمناه ونسأل الله أنه نكون يعني في فهمنا فهمنا فهم صحيح وربنا يعني سخر لنا فهما صحيح في حاجتين نصين هوما كل ما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما نصين قرآنيين قال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون هذا نص صريح أتى في سورة الشورى الآية 38 وهذا يتحدث عن آلية الشورى كنوع من أنواع الآليات التي يستخدمها المسلمون وهي الآلية الوحيدة التي ذكرت في هذه الآية ثم آية أخرى يعني تعضت هذه الآية التي أتت في صورة آلة عمران الآية 159 بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ودي كلاهما يعطي أنه يمكن للمسلمين أن يجلسوا مع بعض ثم يتشاوروا في الأمر في أي أمر ثم يختاروا ما يريدونه على أساس هذه الشورى حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أمير حتى يقال أن الشورى في هذه اللحظة هي شورى غير ملزمة هنا المسلمين كلهم سيقعدوا كلهم متساوين لكن سيتشاوروا في الأمر وأمر هذه الشورى ما تخلص له هذه الشورى سيتم تنفيذه لأنه يصبح في هذه الحالة أمرا ملزما باعتبار أنه أصلا ما في رئيس ما في حاجة عينه عشان نقول التفسير الثاني أن الشورى ملزمة ولا ملزمة ولا نريد أن ندخل في هذا الجدال الفقهي لكن نحن نحن نحاول نتصور ماذا كان عليه الحال في تلك السانعة أيضا نحن عملنا احزفنا من الذاكرة بتاعتنا ما يعرف بحديث الغدير وذي رواية شيعية تقول أنه في يوم القدير الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بخلافة علي فهذه لأنها شيعية نحن عمنا لا عزلة الآن في الوقت الحالي لكي نتحدث فقط عما نعرفه من السورة وبالتالي سنيا لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم وصية لأعد أي كان هذا الأعد بشكل ونص مباشر أنه الآلية الوحيدة الموجودة توجد في الآيتين اللي احنا ذكرنا غيره ما في حاج طيب شنو يعني لما رسول صلى الله عليه وسلم في أمر بهذا الحاج اختيار خليفة له أن يتركوا بالآد نوصية بيعني شنو يعني أصد ما عنده معنى غير إنه ده أمر إنساني بحث ليس أمرا إلهيا يعني من يخلف من ليس أمرا إلهيا ده أمر إنساني الناس يقعد مع بعض وتشوف ما يصلح يعني ما هو الشيء الأفضل لكي يختار أختار أنا من يمثني أو أختار رئيس أو أختار عضو في البرلمان أو أختار عضو في أي مكان هذا أمر إنساني بحث وإلا كان يجب أن يكون هناك وصية واضحة طيب نحن قلنا في المرة الفاتت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني أراد أن 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 يوصي بشيء أو يكتب شيء قبل ما ماته بغض النظر عنه ما أراده وكان في نيته هل كان في نيته أن أترك وصية أو لا ده موضوع آخر لكن هو أراد أن 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 يوصي حسب كثير من الدراسات بشيء ثم ترك هذا أمر هذا ما جاء في هذه المصادر طيب ترك لهذا الأمر نحن نعرف أن رسول الله عليه وسلم ما كان ينطق بالهوى إنما هو وحي نوع طيب ما دام هذا هو الأمر ابقى هو كان مبلغ من السماء اللا يعطي وصية يعني ده فاهمي أنا قد يكون هذا الفهم خطأ ودي ليس فتية ده فاهمي أنا ده ما فتية أنا لا أفتي في أمر يعني لم أتحقق منه جيدا لكن أنا بتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم ده ما بينطق عن الهوى أنا مؤمن بهذه ال ال مؤمن بها جدا أن الرسول ما بينطق عن الهوى وما دام يعني كان يرغب أو ينوي ينتوي أن يكتب شيئا ونفترض أنه ما كان يريد أن يكتبه وصية ثم تركه ابقى هو تركه بأمر إله ما ساي لأن الرسول ما يعمل حاجة ساي ما يعمل ساي تركه بأمر إله وإن أمر المسلمين بعده ده حق كبشر لذلك ترك ده إذا صحت الرواية إنه كان يرغب في أن يكتب شيئا ثم ترك هذا الشيء فلو افترض إنه شيء ذو وصية يبقى ربنا سوى الله سبحانه وتعال منعه من أن يكتب أنه حتى مات كان هناك وحي كان يجي وجبريل يتعدس معه وجاء ملك الموت وخير كل البسائل كان هناك تواصل روحيا بينه وبين رب العباد عبر الملائكة فيبقى ما في إمكانية نقول إنه ترك ساي أنه كان عيان أو غب أو كده هذا ليس حقيقة طيب يبقى أيضا عدم ترك آلية محددة باستثناء الآيتين الموجودات أو النصين القرآنيين يبقى اللذان يتحدثان عن الشورى وبالتالي فيبقى الآلية يستطيع أن يحدد البشر أيضا يعني أيضا هذه المسألة دا دا فهم حقانا وقد يكون وصلوا له الناس وقد يكون فهم غير صحيح لكن هذا ما أرى طيب ابقى دا بدلل على إنه هناك أمر ديني وهناك أمر بشري وكلاهما ترك لفهم الغايات من الحياة في وقتها وإحنا شفنا حينما كنا نتحدث عن التصرف في المال العام كيف تصرف الخلفاء الراشدين الأربعة الخمسة في المال العام وبطرق مختلفة برغم إنه الشيء الذي تصرف فيه واحد العنصر الذي تعام بعه عنصر واحد ومع ذلك تصرف فيه بطرق مختلفة رغم وجود بعض الآيات من أهم أنه سيدنا عمر بن الخطاب أوقف سهم المؤتلفة قلوبهم وأوقف أيضا توزيع الأراضي للآخرين وقلنا أنه سيدنا أبو بكر نصديق رفض قصة الفضل في الإسلام قال لا ما في كلام زيد الفضل في الإسلام ده حق ربنا ما حق نحن هنا في الدنيا نحن هنا في الدنيا الناس الساوى كل ذلك يدو قدرت تعني طيب حسب المصادر التي نحن قريناها زي الطبري وحتى البخاري وغيره من مصادر التفسير وبعض ما جاء عند المحدثين وغيرهم يعني كانوا يتحدثوا على رواية أشبه بمعض أنه سمع المهاجرون أو سمع عمر بن الخطاب جاء نفر إلى عمر بن الخطاب وهو يجلس في ينتظر تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن الأنصار يجلسون في سقيفة بن ساعدة يريدون اختيار أمير فكانوا طلب من نادى أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق ناداه وقال له يا أخي ونادى معه عبيدة من الجراح وحدثوا بما سمع وقرروا الثلاثتهم أن يمشوا يقابلوا الناس لأن المسألة كده فيها مشاكل طيب بتحليل الروايات ومقارنة الأسماء الواردة مع بعض فيها أن المجتمعين في طيب لما تجي أنت تقعد تراجع أسماء اللي وردت في هذه الروايات هتلقى أنه كانوا مجتمعين في السقيفة هم أغلب إن لم يكن جميعا من الخزرج ما كانوا يعني ما كان فيهم أوسيين كثر والمهاجرين كانوا بعيدين كانوا على يعني مشارف بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون تجيزه في الوقت الخزرجيون كانوا في السقيفة مجتمعين ربما يكون بعضهم يعني من الأوس لكن كل ما قيل أو كل ما ذكر من أسماء أو أغلب ما ذكر من أسماء هم خزرجيون أساسا ينتمون إلى الخزرج طيب سيدنا عمر بن الخطاب ما جاب معه يعني حينما تحدث إلى أبي بكر الصديق وأبو عبيد بن الجراح ما كان معه من الأنصار شخص اللي جاب ليهم النتيجة دي أو اللي جاب ليهم الحديث قلنا في نحن اتنين هم معا بس أنا هارجع عشان أشوف ليك القصة دي أنه أنا ذكرتها أيوا هم عميم بن ساعد الأوسي ومعا بن عدي دي هم اللي جو أخبروا سيدنا عمر بن الخطاب بأن بعض الأنصار أغلبهم من الخزرج جيلسون في سقيفة يجتمعون في سقيفة بن ساعدة لكي يختاروا أميرا هم هم اللي عملوا كده دي الاتنين اللي جو ولما تراجع المسألة مع ما جرى ما جرت به الأمور بتلقى في بعض الصنعة في الحديث يعني الروايات دي أشبه بالصنعة بينها مصنوعة صناعة أو أضيف لها بعض الأشياء لذلك يعني كثير من الناس لم يقرأها على الوجه الذي يعني أريد لها طيب لكن كده تعال يعني نأخذ لنا خمسة دقائق ونحاول نشوف يعني خمسة دقائق كده الاستنباطات كان يجب أن تستطنبط سابقا ولم يعد تعدس يعني فاصل ونواصل طيب نحن 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 أن الرسول صلى الله عليه وسلم ده توفاه الله في يوم الاثنين ونحن يعني يعني الناس أو الدراسات أو المصادر تقول أنه في الضحى أو عند الزوال توفاه الله في ذلك الوقت وتم دفنه تاني يوم يعني قضى بقية يوم الاثنين ثم معظم يوم الثلاث ودفن في ليلة الأربعاء اللي هي بالنسبة لنا يعني طبعا بال يعني التوقيت القمري الليلة يجي قبل النهار فعشان كده بنقول ليلة الأربعاء اللي هي بحساباتنا الحالية مساء الثلاثة دفن مساء الثلاثة طيب هذا هو الحديث الكلام ده كان في شهر ستة في يونيا يعني في يونيو كان وده كان حاجة غريبة جدا يعني انه الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس كل ذلك الوقت في شهر ستة من الشمس يعني شهر ستة الشمس اللي هو يونيو في ذلك الوقت القائد يعني انه يترك اكثر من ستة وثلاثين ساعة في ذلك الوقت يعني والقصة دي صعبة حتى لو افترضنا انه يعني جسده الطاهر لا يعتريه التغيير بأي سبب من الاسباب البيئية يعني كويس ده الحالة كانت كده طيب برضو الرسول صلى الله عليه وسلم ده مرض لأيام يعني يعني ما صح الصباح لقوه ميت لا كان في مرض الموت لأيام يعني ومع ذلك الناس كانت مخضوضة جدا لما مات منه المخضوضة يعني رجل في قامة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني جاء هاي جدا وصار يصيح في الناس يقول أن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى أو توفي وإنه والله ما مات يعني حلف ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجو لهم زعموا أن رسول لأقطعن أيدي رجال وأرجو لهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كلام ده قالوا سيدنا عمر يعني اهتز وطبعا نعرف طبعا ماذا قال أبو بكر الصديق في مستهازه الحالة يعني وكذا وأما سيدنا عثمان من عفان ده كان صمت ما قادر يتكلم خرس كل ويشيله خدته هنا ويشيله خدته هنا وهو ما قادر يتكلم وعلي بن أبي طالب ما قادر يتحرك ويعني رضى الله عنهم وأرضاهم وأضنى عبد الله بن أنس ويعني ده كان كل الحال في مثل هذه الحالة المجنونة أو الفاجعة الكبيرة دي يقوم الأنصار والمهاجرين المنصار يجتمعوا الأنصار اللي منوا اللي استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي مشوا إلى بيت الله سبعين منهم مشوا تعاهدوا مع الرسول حتى بعد كده الرسول هاجر إليهم سبعين رجل من الأنصار دي مشوا قاعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لكي يعني وعاهده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سافر إلى الهجنة يجو ديل بس الرسول صلى الله عليه وسلم مات حتى ما دفنه يقعد في سقيفة عشان يقولوا هذا الكلام أنا برضو حامشي أنا أفتكر أن المسألة دي لم تكن في ذلك اليوم يعني ذرأي أنا الشخص وإنما كانت بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أن قبر جسده الطاهر يعني ذرأي الشخصي لأنه لا يعقل أصلا أنه تجي تكلم سيدنا عمر ده عن أنه الناس ده القاعدين لأميره كده ويقوم يسوق سيدنا أبو بكر وهو اللي قال قبل جوية والله أنا حاقطع كلام الناس يعني مسائل لا يسند التسلسل ده لا يسند المنطق الحدث صحيح لكن تسلسل لا يسند المنطق أصلا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم مات وجلس ستة وتلاتين ساعة لغاية هذه ما في حديث في إنه ليجلس ستة وتلاتين ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم قيل أن كان هناك نقاشا أو جدالا في إنه هل يتم تغسيل الرسول صلى الله عليه وسلم في ثوبه أم يشق الثوب بتاعه ثم يغسل جسده الطاهر برضو أفتكر إن المسألة دي ضعيف درائي يعني درائي شخصي تسند الحجة يعني يعني ذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ودي الناس بحجم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا العباس وأبني يعني وعبد الله بن زبي يعني المجموعة دي كلها لا يمكن أن تقعوا ستة وتلاتين ساعة لتتحد أو يعني عشان تحسم جدل في نخسله في 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 جل باب ولا ولا نشقه يعني نقصل في ردائه أو نشق ردائه ثم نقصله يعني ما بتصور إنه العقلية دي موجودة دي فيها سيدنا علي بن أبي طالب اللي قال عنه الرسول في حياته أنا مدينة العلم وعلي بابها يعني ما ممكن أصلا نقول إنه كلام ده حصل طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله في التاسع من يونيو في سنة ستمية واثنين وثلاثين اللي هو الثالث عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشر من الحيير كان في يونيو يعني في الحيير داك وفي كده يخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ستة وثلاثين ساعة قاعد عشان هم يتناقشوا يغسلوا كيف حتى إذا افترضنا عصمة جسده الطاهر من التغيرات البيئية التي يمكن أن تأتري اليسد الميت يعني طيب من الأشياء التي تدلل على الكلام التي أقوله أنه في الغالب السقيفة لم تكن فيه نفس اليوم يعني الاجتماع لم يكن فيه نفس اليوم بتاع وفاة الرسول وإنما كانت بعد ذلك يعني إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات يوم ثلاثة ربيع ثم يوم ثلاثتاشر ثم قبر أو يعني وغوري جسده الطاهر في مساء الثلاث من تاني يوم يمكن جدا أن تكون يوم الأربع أو يوم الخميس السقيفة كان ممكن يعني أن تكون معقولة أن تكون في ذلك الوقت يعني وربما تكون بعدها بأيام كمان لكن على أي حال إذا بعد القبر يعني بعد أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ممكنة يعني نفهمها لكن لا نفهمها أصلا قبل كده طيب لو كان يعني سيدنا اللي بدلل على كلامنا ديش إنه في روايات مرجحة وقالت إنه سيدنا عمر بن الخطاب قال الكلام دا يعني هم في طريقهم إلى السقيفة لاحظ كلام اللي نحا أقوله دا نانو دا كلام موجود في الكتب دي يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضا الله عنه أرضاه قال وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك وزورت أي أعددت يعني لما تقول زورت معناه أنا قعدت أكتب حاجة أو يعني أرتب في ذهني وعلة الفارق الفارق ليه قال أنا عملت القصة دا دا سيدنا عمر اللي معروف عنه شدة لاحظ الكلام اللي أنا بقوله دا سيدنا عمر ابن الخطاب اللي معروف إنه شديد فيما يختص بأمر المسلمين قال أي أعددت وعلة كانت شنو خوفه من أن ينال الغضب من أبي بكر أبي بكر الصديق دا كان وحدي أبو بكر الصديق كان يعني وحدي من العلل بتاعته إنه إذا غضب مزعج جدا يعني يعني رضى الله عنه وأرضاه كان غضب صعب يعني لما نغضب بكفل ما ما بيرضى ثاني صعب وفي حوادث كثيرة جدا بينه بين سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمر بن الخطاب لم يكن يخاف إلا من غضب أبي بكر الصديق يعني إلا من غضبه فقال إنه كان خايف إنه لما نواجه الأنصار يغضب سيدنا أبي بكر فيحتد عليه طيب القصة دي معناها تم إعداده حتى لو كان من غير كتابه يعني لو أنت دائر ترتب الأفكار في ذهنك فأنت تحتاج إلى وقت يعني أنا عايز لي ساعة كده على الأقل عشان رتب المسائل في ذهني عشان تكون مرتبة طيب إذا كانت هذه بعلة الغضب سأحتاج لأكتر من ساعتين لأنه محتاج لوقت عشان رتب فيه المسائل دي عشان شخصي آخر مش أنا شخصي آخر لا يحتد طيب فهذا يحتاج لوقت طال أو قصر في التفكير والترتيب والبيان والتدبير على إيمان الشخصي بفصاحة عمر وبلاغته ومش فصاحة سيدنا عمر ده 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 هم أهل الفصاحة يعني 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 ده الناس قريش وده الناس فصاحة أصلا طيب الكلام ده يتعارض من إنه سيدنا عمر بمجرد ما جاءوا معا وجاءوا طوالي مسك سيدنا أبو بكر نصديقه وقال له يالله كان نمشي ما بمشن الاثنين يعني ما بيركبهم في بعض ما بيركبهم في بعض الاثنين إنه هو قعد وانتظر وبعدين اكساق وبيسر الاثنين ما بمجرون بعض وده اللي بيدلل على إنه المسألة ما كانت يوم الاثنين يوم مات الرسول وإنما كانت على أفضل الأحوال كانت يوم الثلاث قبل دفن الرسول ثم اكتمل الأمر بعد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ورأي الشخص إنها كانت بعد دفن الرسول ضرعيانة من التراتيب دي لكن هناك ثلاثة أسئلة سنحاول أن نجيب عليها بعض الفاصل لكن سنقول هنا للتسكرة طيب هل كانت هناك حاجة ماسة ومنطقية للإسراء بتسمية خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وجزده الطاهر لا زال مسجم في بيت عائشة سواء كان الاستعجال من المهاجرين أو كانوا من الأنظار بمعنى هل كان هناك تنسيقا بين كل فريق على حذر يعني المسألة الاستعجال ما بيتم إلا إذا كان فيه تنسيق مسبق يعني يعني أصو قصة إنه بس جو قالوا والله اتنين بلغنا الخبر ثم قالوا يا أخو والله يلا كما نحن نوقف الكلام ده ما بتحصل بالطريقة دي يعني ده أمر يعني صعب شوية تصديق على هذا النحو الأمر الثاني أو السؤال الثاني إنه هل كان كان ضرورة تجاوز الهاشمين لأنه الهاشمين ما كان منهم ولا واحد كانوا كلهم قاعدين عشان يجهزوا جسد الرسول الطاهر وفيهم علي والعباس وكذا والجماعة دين طيب هل كان ذلك قصدا أم غفلة السؤال الثالث هل كان لمخرجات هذا المؤتمر تداعيات وآثار على الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية والعصبية والقبلية والعائلية والعقل الجمعي المسلم منذ مؤتمر السقيفة إلى يومنا هذا هذا ما سنتحدث عنه بعض الفاصل سبعنا للروايات جميعا وعشان نصل يعني شيء منطقي هل هناك حاجة للتعجل لتسمية خليفة بغض النظر عن أن التعجل بدأ من الأنصار أو بدأ من المهاجرين أو خلاف ذلك ما وسلنا لأن تسلسل الأحداث أو هناك أمور كانت تستدعي هذه العجلة سؤال ثاني هل كان هناك سبب مقنع لتجاوز الحاشميين وفيهم علي بن أبي طالب والعباس وابنيه وعبد الله بن الزبير وكل هذه الباقة من بني هاشم رضا الله عنهم وأرضاهم أيضا لم يكن هذا الأمر مقنعا يعني لم يكن هناك سبب يعني لا يمكن أن يكون مجرد تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم سببا كافيا لعدم استشارتهم في اختيار حاكم للمسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعني ذلك أمر طيب لما تتبع برضو الفترة الأخيرة منذ وفات يعني منذ مرض رسول الله حتى وفاته في ثلاثة أمور مهمة جدا أو ثلاثة محا هي كانت مهمة وكان المسلمون يهتمون بها في تلك الأهوين نمر واحد تجهيز كان أول سفي مدعو النبوة وذلك كانوا من أهل نجد واليمن والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول ما استغل بهم أصلا يعني لم يعطهم الاهتمام الكافي الحاجة الثانية كان يجهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيش أسامة وجيش أسامة لم يكن يتجه جنوبا باتجاه اليمن إنما كان يتجه شمالا باتجاه الشام ودي مسألة كانت غريبة إنه عنده مشكلة داخلية لم يهتم بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي شنو بيخلي إنها تكون سبب الاختيار رئيس أو خليفة للرسول المحنة الثالثة كانت وفاة الرسول نفسه لأنه ذي لتلاتة محنة ظهرا أبان مرض الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وفاته حتى سيدنا أبو بكر الصديق لما بدأ أيامه بدأها بتجهيز جيش أسامة ما بدأها بالمرتدين مرتدين ذي جاد بعد كذا طيب ما عرف بحروب المرتدين اللي هي هي طبعا نوعين من الحرب حرب مدعي النبوة والحرب التانية اللي هي كانت ضد بعض المسلمين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة وبعضهم امتنع عن تقديم الزكاة إلى المدينة إلى المدينة ككل يعني لم يقصدوا أبا بكر الصديق في ذاته يعني وإنما كل من يقلب رسول الله في المدينة ممند لحاجة حقتنا احنا في أماكننا وعن أمل حتى أن هناك خلافا فقهيا كان بين القادة المسلمون اللي هم أبو بكر الصديق اللي هو كان خليفة ثم عمر بن الخطاب الذي كان بمسابة رئيس الوزراء والعلي بن أبي طالب الذي كان يمثل يعني قوة خاصة في جانب القضاء يعني والفتية فسيدنا أبو بكر الصديق كان يرى قتالهم سيدنا عمر بن الخطاب كان يرى غير ذلك يقول أن هؤلاء مسلمون نطقوا بشهادة وحراموا دمهم وسيدنا علي أبو بطالب أنكر قتالهم يعني ف ما نريد أن نقوله إذا كان هذا هو حال المسلمون في ذلك الوقت من المرتدين فما ممكن نعتبر أنه ده سبب للعجلة في اختيار رئيس أيا كان سوى كانت العجلة دي من الأنصار أو العجلة من المهاجرين أو العجلة على ما اتفق عليه أضف إلى ذلك أنه لماذا تم استشارة الهاشميين اللي هم فيهم علي بن بطالب وفيهم العباس وابني وفيهم عبدالله بن الزبير يعني كيف ما يعني يعني كيف لم يستشار بالعكس إذا كان أدعى إلى الطروية والطروي و يعني في أخذ القرار والذهاب إلى بني سعدة أو غيرها لاختيار الرئيس لكن هذا ما حدث ابقى السؤال هل كانت هناك أسباب غير ذلك أدت إلى هذه العجلة يعني ما قيل من أسباب عن الردة و و وفاة الرسول وغيره لم يكن كافيا للعجلة أنا لم أقل لاختيار لكن ما كان هناك سوما للعجلة لأن العجلة ذلك مانع لها هو وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا الرسول يجب أن يجهز ويجب أن يدفن ويجب أن يعني ياخد راحته في المسألة بتاعة الوفاة يعني ما يعني أنت ما ممكن تسيب الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة التي تريد أن تصبح لها ملكا أو خليفة أو غيره ثم يعني تسيب مسجة وبعدين تمشي عشان تختار رئيس حتى لو قلنا أنه يعني لا دال في العرب قسوة يعني ما كانت ممكن أن تكون هذه الغسوة في وجود جسد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجن في دار عائشة يعني ما كان يعني ليس مقبولا وذلك ما أدب يعني هم أكثر أدبا من ذلك يعني ده ما أدب هؤلاء الناس حتى يقوموا بهذا العمل بهذه السرعة يتركوه مسجن ثم يذهبون لكي يفعلوا ما يريدون وأيضا بتتبع برضو هذه الروايات وترتيبة بأنه هناك الأنصار جقالوا قعدوا عشان يطلعوا لهم خليفة من بينهم أو أميرا من بينهم ثم جعل المهاجرون بقيادة الثلاثي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزبير بن العوام جاءوا مع بعض كذا ما كان ذلك كافيا يعني يعني ما كان كافيا إنه دي تكون يعني وبعدينك لم يتم استشارة كمان الحقيقة أبو عبيد بن الجراح اللي كان ثالث وليس عبدالله بن الزبير أبو عبيد بن الجراح كان ثالث وكانوا يعني ما كان ذلك كافيا لكي تقوم هذه الأمور بهذه السرعة والعجلة والترتيب داته فيه حاجة مخلة ما يعني يعني ما منطقي لكن احنا حنمشي معاه على اعتبار إنه هذا ما حدث طيب الترتيب ده بيقول شنو بيقول إنه بمجرد ما بن ساعدة اللي هم من الخزرج عرفوا إنه والله إنه ساي الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله واختار يعني أن يذهب في رحلة أخروية إلى الرفيق الأعلى اجتمعوا في السقيفة والروايات تقول أنهم تيقنوا أن المهاجرين يريدون أن يقصوهم من أمر الخلافة وده تفكير بتاع مؤامرة يعني على احترامنا للصحابة في ذلك الوقت يعني وهم من من احتضنوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا وحاربوا معه ونصروا هذا الدين قيل أنهم يعني تيقنوا أن أنه هيقصوهم من الخلافة والغاية الوقت ذلك ما في سوى قال لهم يا جماعة هنا حنقصيكم فوجد في نفسهم يعني حزن أو أصابهم بعض الغضب والحزن واجتمعوا في السقيفة وقدموا لها سعدا كدموا سعد لأنه كان الزعيم وذلك في قول خطيبهم أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبته وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رحت نبينا وقد دقت دافة دافة من قولكم فإذا هم يريدون أن يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يعصونا من الأمر يعني يبعدون من قصة الإمارة وده كان حاجة غريبة الخزرج طبعا هم أغلبية الأنظار لكن لما تجي تحلل الأمر بتلقى أن المسألة ما كده المسألة أسهل من كده كثير جدا إنه الاعتقاد الصحيح بتاع الأنصار إنه يا جماعة يعني ليه الأنصار اجتمعوا في الأول ليه منتظروا لغاية ما المهاجرين جغالوا رأيهم لأنه كانوا بيعتقدوا إنه المهاجرين خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم توفى فحيرجعوا مك يعني هما ما هاجروا عشان الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم ده ما في أسه توفاه الله وانتقل إلى رفيق الأعلى وكذا وهم حيرجعوا إلى أوطانهم ومك هذا ما كانوا يعتقدون فجلسوا عشان يفهموا بعد كذا جاءت العصبية وداء بخلينا نقول إنه المسألة كلها بشرية في المسألة قامة الأول ما عنده يعني حتى إذا فهمنا إنه مؤامرة فنحن يعني نعود بها إلى الأصطى البشري اللي هو دي خصائص بتاع البشر إنه هم اعتقدوا إنه الناس دي الراجعين بلاد ما في سبب يقاعدهم السبب الكام يقاعدهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم والأنصار حقيقة تحالفوا مع الرسول يعني لم يتحالفوا مع المهاجرين المهاجرين في كل هذا الوقت كانوا ضيوفا يعني عليهم يعني صحيح إنه بعد ذلك يعني سكنوا المدينة وأصبحوا من سكان وكذا لكن الأصل في المسألة هم وهنا بقى استدعت العصبية ليه سعد ابن سعد ابن عباد ما غيره نأنه من الخزرج والخزرج أغلبية أهل المدينة أغلبية الأنصار يعني وكان سيدا يعني فيهم يعني ما هو زول ساهل يعني سعد بن عبادة وكان سيدهم فقام المغتمر في الديار بتاعتهم زادة سعد يعني السقيفة نفسها في دار الخزرج في دار سعد بن أبي عبادة أو دار بني ساعدة اللي هم أصلا من الخزرج طيب لما تجد حل نسيبنا دلوقتي من الهاشميين لماذا لم يتم استشارتهم لكن نرجع أنه والله جاء سيدنا أبو بكر الصديق وقالوا لهم الكلام أنا دائرة ناقش القصة في الحتة نأنه أعتقد أنه في صنع كثيرة جدا قصة أنه البيعة لأبي بكر الصديق كان بأنها فلتة وكذا وده ما وصف بيفو سيدنا عمر القصة وإنه يعني هات يدك يعني أبايعك وكذا أو أبسط يدك أبايعك كل هذه المسألة نحن نعرفها وإنه الناس قامت أدت يعني هل يعقل إنه ثلاثة أشخاص حتى لو قلنا كان معهم بعض الناس يعني أخذوا معهم بعض الناس يجلسوا في بطن بني ساعد في مكانهم ويقولوا لهم والله نحن الأمراء وأنتم الوزراء أو كذا ويكون ده منطق ما بفتكر يعني من قيل أنه قال هذه المقولة هو سيدنا أبو بكر الذي تعلم مكارم الأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أجي في بيتك أقول لك يا أخي ما ما الذي تدير بيتك أنا الذي أديره وده في بيتك يعني يعني أنا أفتكر أنه الكلام ده فيه كثير من الصنعة والناس حاولت أن تعتبر أنه ده منطق وأنا أفتكر يعني رأيي الشخصي أنه ده ليس هو المنطق المعقول الذي يمكن أن يقنع الناس بذلك القصة لم تكن أن هناك غلبة في الفصاحة بين الناس ما كانت كده القصة غلبة في العصبية يعني الناس ارتضت بأبي بكر من الصديق لأنه الأوسي ما كانت عايزة الخزرج يبقى الهناي من عندها يعني هذا ما تحكيه الروايات حقيقة يعني الأوسيون لم يكن يريدون لسعد بن أبو عباد وغير أي واحد من الخزرج لو كان يعني أنه يفوز بشرف أن يكون أول خليفة للمسلمين بعد ذلك لذلك صوتوا ووقفوا مع سيدنا أبو بكر الصديق وده أبو بكر الصديق وده أدلي بيقول لكن المسألة لم تكن نصا وإنما كانت حراكا سياسيا كل واحد فيه شاف مصالح وين ولذلك قبله يعني سعد بن أبو عباد الذي أعمل يعني هل يعقل يعني أجأ أقول لك طيب أنتم الأمراء وكذا وحتى أضع القصة دي كقاعدة حتى لو أنا لو إحنا أخذنا الأول وجه الثاني برضو الثاني حيكون مهاجر لما نقول نحن واحد من الحججة التي قيلت أنه أبو بكر صديق قال نحن بما معناه أنه نحن أولى بالرسول صلى الله عليه وسلم باعتبارنا أهله هذه العصبية أنهاها الإسلام أصلا يعني نهاها الإسلام حنفترض أنه قال هذا الكلام هل يعقل أن يقول كلمة تكون حج عليه يعني هو قال إحنا أولياء دمه بمعنى معناه كده يعني معنى الكلام أنه إحنا الأقرب إلى رسول صلى الله عليه وسلم وإحنا أولياء هذا الدم وأحنا من يحق لنا أن نخلف إتبني هاشم كلهم سبتون قاعدين هناك وجيد تختار يعني لما تجي تقارن أيهما أقرب علي ابن أبي طالب والعباس وعبد الله ابن الزبير ولا أبو بكر الصديق على صحبة الأبو بكر الصديق إلى رسول صلى الله عليه وسلم يعني على صحبته عليه وعلى القدر الكبير وده نحن هنا ما بنفضل يعني ما زي ما بعض الناس تفضل أبي بكر على عمر وإنما نتحدث عن منطق ما قيل اجتند أبو بكر الصديق على إنهم هم مهاجرين وهم أفضل من الأنصار بآية قرآنية يعني وقف وقيل في آية قرآنية أنا بس يعني عايز أرجع عليها طيب نحن نشوف في مكان آخر أيوة قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتقون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش نفسه فأولئك الممفلحون يقيل أن أبو بكر الصديق أشار في هذه الآية بتقديم المهاجرين على الأنصار وبالتالي هم من يحق لهم الصدق الله العظيم عزرا يعني أنا فاتت علي ودي الآية الآية ثمانية وتسعة من سورة الحشر وقيل أنه اعتمد عليهم أبو بكر الصديق على تقديم المهاجرين على الأنصار وبأنه أسماهم الصادقين ثم سمى الأنصار بالمفلحين وهذا التقديم كان هو ما يستدعي أن يكون الخليفة مهاجرة هذا غير صحيح من الحياة الثانية اللي ذكر ما ذكرناه عن ولاية الدم إنه إحنا قراشيين وهذا ابننا ونحن أحق أن نخلفه من غيرنا الكلام ده ما ممكن يقول أبو بكر الصديق يعني بالعقل بالمنطق كده أنا وادخالك أجي أقول والله أو خلينا نقول أنا من قبيلتك يعني بالحزبة كده وادخالك أو وادعمك بالحزبة بالحزبة أنا وادخالك أو وادعمك ثم يموت يعني ابن عمك ابن عمك أنت وأي أقول والله أنا عشان وادخالك بالحزبة أنا أولى بأن أخلف أو أورث منك هذا كلام لا يعقل أن يكون قال أبو أنا أراه يعني أنا لم أجده في المصادر ولكني أرى أنه غير منطقي أساسا أنه لا يمكن أن يكون منطقيا ويمكن أن يستخدم حج ضده وهذا ما يأخذه الشيعة على السنة إنه إذا كان هو قال الكلام ده فالأحق سيدنا علي بن أبي طالب أو على الأقل العباس أو حتى ابني العباس أو حتى عبد الله بن الزبير دل كلهم أقرب من دين إذا أصلا المسألة مسألة حج بالدم أو حج بالآيتين الكريمتين المسألة دي ما أفتكر إنه قيلت كما هي وإنما أرادها ما بعد ذلك أتوا بها لكي يدللوا على فصاحة سيدنا أبو بكر أبو بكر الصديق وأيضا على إنه استطاع أن يقنعهم هذا ما حصل الحصل بساطة صراع سياسي رجح كفته الأوسيون بني اللي هم الأوس رجح كفته الأوس لقوا إنه والله الفريقين القويين هم المهاجرين والأنصار هم فريق والخزرج وهم فريق أقل فمالوا كل الميل إلى المهاجرين وبالتالي كسبوا هذا الرهان يعني كسب أبو بكر الصديق وغيره هذا الرهان وإذا تتبعنا أيضا من ولي بعد ذلك فكان عمر بن الخطاب ولولا وفات أبو عبيد الجراح في عهد سيدنا أبو بكر الصديق أحسب بحسب الاستنباط أنه كان سيكون الخليفة الثالث قبل عثمان بن أفا فداء الموجود وعلى فكرة يعني كان هناك سجال عنيف جدا كاد أن يصل إلى التشابق بالأيدي بين الحباب بن المنزر والسيدنا عمر بن الخطاب المسألة ما كانت يعني سلسة وناعمة وإنه والله أبسط يدك وأبايعك والناس أخذوه على هذا الأمر أبدا يعني جاء إنه في الحديث إنه فأقبل الناس من كل جانب يبايعون وكادوا يطؤون سعد بن أبو عبادة كان في مشكلة كبيرة جدا جدا الحقيقة أنا داير يعني أتحدث عنه أنا أنه الصراع كان سياسي وكانت له تبعات كبيرة جدا إنه الأنصار كانوا يريدون إنه يأخذوا حقهم في الخلافة وكانوا يعتقدون إنهم بنصرهم للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تمتد نفوسهم و من الحاجات التي برضو يجب أن ننتبه لها إنه نقل الكلام إلى المهاجرين النقل الاجتماع أو زي ما نحن نقول أفشى سر هذا الاجتماع يعني زي الناس اللي دارت عمل انقلابه وبعدين اكتم واحد يفشي هم كانوا أوسيين معا وعودي هم اللي عملوا القصة ديل وهم اللي كانوا هم في الأصل أوسيون يعني كانوا من الأوسي أصلا و لين أنه ما أرضوا بالمناسبة بأنه خزرجي هو الذي يعني يولى عليهم يعني يعني و سعد بن عبادد ابن عبادد عبادد ده أصلا عنده من من قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طبعا يعني ما في شك في إسلامه ولا شك في إنه هو كان قوة من 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 قوى الإسلام يعني هو في في فتح مكة عقدت له الراية و فقام يعني بيتفاخر بأنه عقدت له الراية فقال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة ده كلام قاله سيدنا سعد ابن عبادة ابن عبادة و القصة دي بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم فاستبدلوا بسيد علي ابن عبي طالب ليتسلم الراية في ابن هشام قيل إنه يعني استبدلونا عنه قرشي يعني ما كان سعد عبادة طبعا خزرجي ما لكن القصة أثرت في نفسه وتسب لما تم الموافقة على سيدنا علي هو كان مريض هو كان موجود مريض يعني حتى دي واحدة من الحياة الغريبة إنه شخص مريض أن يتنادو الناس عشان يعينوه يعينوه خليفة فأقبل الناس لما نبايع سيدنا أبو بكر هو كان مخطوط في الجنب كده مريض وراقض في الجنب في السقيفة وسيدنا عمر يعني الناس كانوا يعني يعفصوه يطيقوه كده وهم ماشيين يعني عشان يقدموا فروض الولاء والطاعة والبيعة لسيدنا أبو بكر الصدير فصاح واحد من أصحاب سعد قال يعني اتقوا سعدا لا تطأوه فسيدنا عمر قال اقتلوه قتله الله فإذا كان هذا حدث في نفس الوقت هل يعقل أن يوصف بأنه اجتماع كان سلسا ما صحيح الكلام هذا يعني ثم قام على رأسه سيدنا عمر فقال لقد هممت أن أطأك حتى تند عضدك فأخذ سعد بلحية عمر سيدنا سعد أخذ بلحية عمر فقال قيس بن سعد والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة أي جارعة ثم يقول سعد أما والله لو النبي قوة ما أقوى على النهوض لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيرا يجحرك وأصحابك أما والله إني لألحقنك لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير مدبور فده كلام حصل بابين يعني الصحابة ديل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ديل ناس ما سهلين في التاريخ الإسلامي بشكل عام وذي الناس يعني فالحديث ما كان ما كان بهذه السلاسة التي يقولها الناس يعني كانت في النفوس أشياء كثيرة و يعني في الكلام ده ذاته في السقيفة ذاته قالوا أن الحباب من المنزر اللي هو خطيب كان فيه زمن الأنصار وهو من الخزرج أيضا في السقيفة قال لهم يا معشر الأنصار لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب فشدوا أيديكم بهذا الأمر فإنكم عقوا الناس وأولاهم به وقال المهاجرون على لسان أبي بكر طبعا الكلام يقول ناو جبال نحن عشيرة رسول الله ونحن مع ذلك أوسط العربي أنسابا ليست قبيلة من قبائل العربي إلا ولقريش فيها ولادة وده نوع من الكلام العنصري ما ممكن يكون قالوا يعني أنا ما مصدق أنه قالوا برغم أنه ده كتب موسوقة ده في طفر يعني الكلام ده ما ما جزا يعني وده ده بيقول أنه الناس هزات من دواخلة ارتدت إلى ما قبل الإسلام وعادت إلى قبائل وكل واحد يفتش فيه دمه وأنا أفتكر أن كلام ده ما قال أو على الأقل لم يقول سيدنا أبو بكر الصديق لأنه أنت ما ممكن تقدم يعني حج عليك يعني أنت دائرة منطق زول أو تمنطق نقاش أو تخش في مناظرة ثم يعني تحدث في هذه المناظرة ما يعني يحسب عليك يعني فإنت إذا تكلمت عن الدم الأولباء وسيدنا علي بل هاش سيدنا علي الأولباء العباس وسيدنا الحباب نفسا من المنزل قال برضو قوله يا معشر الأنصار أملك عليكم أمركم فإن الناس في فئكم وفي ظلكم ولن يجترئ مجترئ على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم أنتم أهل العز والثروة والعدد والمنعة والتجربة ذو البأس والنجدة إنما ينظر الناس إلى ما تصنعون ولا ما تصنعون ولا تختلف فيفسد أمر فيفسد عليكم رأيكم وينتقض عليكم أمركم أبا هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنكم أمير وهنا قيل أن سيدنا أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق قال له نحن الأمراء وأنتم الوزراء وهذا حديث لا أعتبره صحيحا بالنسبة لأبو بكر الصديق ما ممكن يكون قال كلام يعني هذا رأي شخصي هذا رأي شخصي وهذا رأي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ضعه كما شئت لكن أنا لم أقتنع بذلك سيدنا عمر قال للحباب ذاته قال له هاي هات لا يجتمع اثنان في قرن يقول له كذا سيدنا والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تنتنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشرته إلا مدل بباطل مدلم بباطل أو متجانف الإثم أو متورط في هلكه وده كلام برضو ما ممكن يقال بهذه الطريقة أنه يعني سيدنا عمر قعد عشر سنين يحكم عقد كامل من الزمان ما فرق بين الناس فكيف يفرق بين الناس على أساس الدم يعني يعني ده كلام أرى فيه صنعة يعني أنا أرى فيه الصنعة لا يعني أعتقد فيه كثيرا أفتكر إنه كانت في مجادلة نعم كان في جدال أنه دي وصلت يعني جدال فظيع جدا يعني سيدنا يعني كان في جدال ما بين سيدنا عمر وسيدنا الحباب فظيع جدا حتى إنه سيدنا الحباب ابن المنزر قال يا معشر الأنصار أملك على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وهذا داء سيدنا عمر بن الغطاب وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن أبوا عليكم ما سألتموه فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب أما والله لإن شئتم لنعيد أنها جذعة فقال عمر إذن يقتلك الله فيردها الحباب بل إياك يقتل ده ده كان حجم الصراع الإنساني داخل هذه القاعة كأني أرى في زماننا هذا يعني سجالا حامل وطيص في إحدى يعني الضرلمانات يصل إلى حد التشابق بالأيدي يعني ده كلام ودعاء بالقتل ويعني كلام فظيع جدا يعني ما تم هذا يعني كان فظيعا جدا حتى تدخل أبو عبيدة بن الجراء عشان يهدى الأمر يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآذر فلا تكون أول من بدل وغير بعد كده قام بشير ابن سعد أبو النعمان ابن بشير وهو من الخزرج ده أول خزرج يكسر هذه المسألة وتقول بعض المصادر أنه منافس سعد بن أبي عبادة على زعامة الخزرج برضو لم يخلو من أن هناك مصادرا تقول إنه بشير ابن سعد ابو النعمان ابن بشير الذي كان ينافس سعدا على زعامة الخزرج إلا إن قال محذرا على سيرت يا معشر الأنصار إنا والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا والكتح لأنفسنا فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي به من الدنيا عرضا فإن الله ولي المنة علينا بذلك إلا أن محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم من قريش وقومه أحق به وأولى وإيم والله لا يران الله أنازعهم هذا الأمر أبدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم هنا بدأت الضعضعة تحدث في صفوف الأنصار فالأوسيون من ناحية مالوا كل الميل إلى المهاجرين وهذا بشير بن سعد يخرج من صفوف الخزرجيون الخزرجيين ويقف بجانب أو يقف على الأقل محايدا مطالبا بأن لا ينازع القراشيون حقهم يعني حتى إذا افترضنا أنه كان منافسا وبالتالي لا يريد أن يرى منافسه على رأس القوم هذه حالة ممكن يعني ممكن قبولها هذه حالة الدنيا لكن حتى لو افترضنا حسن النية وأنه كان صعاف النية وأنه كان صحابي جليلا وأنه كان يريد للإسلام يعني الحق أن يسود لا توجد في الإسلام يعني عصبية عشان يدعو هذا الأمر أو يميل هذا الأمر إلى الدم فأرى أنه الحتة دي برضو فيها نوع من أنواع الصنعة يعني ما هي صحيحة واستمر هذه المسألة حتى بعد كده جال منذر ابن الأسود الخزرج إلى علي بن أبي طالب وإنه قال لا نبايع إلا عليا وذي برضها بعدين سنأخذ في أشياء وفي حتات أخرى فتدافع الناس بعد كده إلى أبو بكر الصديق لأنه يعد طبعا أنه مد يده أو مد له هو سيدنا أبو بكر الصديق قدم عمر بن الخطاب ثم قدم عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق وقام الناس وبايعوا أبو بكر الصديق في هذه المسألة طيب نأخذ بس بريك كده بتاع دقيقتين ونحاول نلم المسألة ككل يعني رغم الإطالة نعتذر لكن كان لابد من حسم هذا الأمر بهذه الطريقة طيب نحن دلوقت دارينا لم القصة لكن قبل ما لما عندنا حاجة مهمة جدا عن سيدنا علي وموقف الهاشميين ككل يعني يعني بنه هاشم كانوا وين عفوا أول حاجة لم يعني يرشح في أي من المجموعة الروايات المصادر اللي بحسنا فيها إنه كانت في معارضة ثورية عنيفة لعلي ابن أبي طالب ولا بن حاشم بشكل عام يعني وقيل أشياء كثيرة جدا يمكن أن نتحدث عنها إنه سيدنا أو عفوا أبو سفيان حاول أن يدس أنفه في هذا الأمر فأوقفه سيدنا يعني علي في يعني أو زي ما نحن نقول في عهدنا الحاضر قعدوا في علمه يعني وإعتبروا منافق وكذا يعني الراجح فقط إنه لم يبايع أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق إلا بعد وفاة فاطمة بنت رسول الله رضى الله عنهم جميعا في نحو ستة أشهر وأيضا كثير من المصادر تقول أنه لم يكن راضيا يعني عن هذه البيع أصلا لكن اختار المعارضة السلبية أو المعارضة الصامتة وجعت في كتب كثيرة إنه احتج على أبو بكر الصديق بنفس ما احتج به الصديق على الأنصار يعني قيل أنه أتي به اللي هو يقصد أنه علي ابن أبي طالب إلى أبي بكر الصديق وهو يقول أنا عبد الله وأخ وصول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له بايع أبو بكر فقال أنا أحق بهذا الأمر منكم لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتجبتم عليه بالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذونه منا أهل البيت غصبا واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذونه منا أهل البيت غصبا ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد منكم فأعطوكم المقادة وسلموا إليكم الأمارة وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتجتم به على الأنصار نحن أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا فانصفونا إن كنتم تؤمنون وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون فقال له عمر أنك لست متروكا حتى تبايع وقال له أبو بكر فإن لم تبايع فلا أكرهك فقال أبو عبيد بن الجراح يا ابن عم أنت حديث السني وهؤلاء مشيخة قم قومك مشيخة قومك فليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور ولا أرى أبو بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك وأشد احتمالا وابطلاعا به فسلم لأبي بكر الأمر فقال عليه الله الله يا معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقع بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم ولا تدافع أهله عن مقامه في الناس وحقه فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به لأننا أهل البيت ونحن أحق بهذا الأمر منكم طيب هذه هي الرواية التي وجدناها في كتاب أو مصدر يسمى بأبو قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة أنا يعني رأيي الشخصي إن هناك بعض الضعف وبعض الصناعة في هذا الكلام طيب أول حاجة سيدنا علي بن أبي طالب وهو حجة سيدنا علي بن أبي طالب ده في الحجة ما في ذو الكامل قد زيه ولا حتى أبو بكر ولا عمر ولا أي حاجة ما فيه ما كان يعني حاجة كده براه هو براه كده يعني يعني يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه أنا مدينة العلم وعليهم بابه فهو في القصة بتاعة الحجة دي ما في ذو اللي يقول له سيدنا علي بن أبي طالب أصلا محتج على في الكلام اللي قالنا محتج عليه أصلا بدلة قرآنية ولا بأحاديث تؤكد أحقيته بالخلافة يعني سيدنا علي ما جاب آية من القرآن ولا جاب حديث من النبي يؤكداني أو يؤكد أي منهما أنه أحق بالخلافة طيب حتى في الأحاديث اللي بتجري عند الشيعة ما فيك حديث زي دي جاء إذن ده بالضرورة بينفي أمرين أولا ما في نص صريح عشانا إذا حصلت هذه المسألة إذا كان ما قيل أو ما نقل صحيحا يعني لا يوجد نص صريح تتم به الخلافة أو تعقد به الخلافة ما في لا نص قرآني ولا نص هنا نعم إذا كان هذا الأمر موجودا كان علي حق بأن يستخدمه من غيره الثاني أيضا بتنفي وجود وصية نعم سيدنا علي أيضا ما قال ليهم أنا يا جماعة قد تلينا وصية نحن بني عاشم نحن ناخده طيب يعني قيل في حديث الغدير اللي هو ده حديث بتاعتد به الشيعة إنه هو من أوصى به أو ما جرى مجرى أنه وصية لعلي ابن أبي طالب يستخلف ما في زول من الصحابة فيهم المسألة دي كذا يعني لا في لو كان هناك حديث في الغدير يعني فهمه الصحابة على أنه توصية لعلي ابن أبي طالب أولا السقيفة نفسها لم تكن تقوم أنا يتحد قوم على شنو ما الرسول صلى الله عليه وسلم حسمه في القدير قال أدو علي ده خلاص يعني ما خلاص أنا مجرى أدو علي ما كان قامت أصلا يعني يعني ما في حجة زيدي ما في شي يعني تخلي إنه القدير ده حديثه وما ممكن كل الصحابة يجتمعوا على كتمة شهادة يعني صحابة بحجم صحابة عثمان وابو عبيد بن الجراح وعوت دل كلهم تآمروا ضد علي ما صحيح هذا الكلام نحن جبالك قلنا الكلام ده غير معقول طيب تعال نشوف الرواية ذاتها الرواية ذاتها بتقول أتي به بتبدأ كده والمقصود إنه جاء بسيدنا علي بن نبي طالب ده قهر وده ما بيستقيم من عدة أوجه أولا لم يمضع على دفن الرسول وقت طويل عشان نجي نجيب واحد من أسرته نزله من أهل بيته نزله عشان يعمل كده كلها ساعات يعني القصة دي ما ساي القصة دي ما جاي من الشارع يعني ما زول جاي من الشارع وليس من ما أي حاجة فيه ده ده ود بني هاشم يعني نيو ما خلاص القصة بيقى يعني مجموعة من الناس كل واحد يحتمي بدمه بقبيلته كده فسيدنا علي ده ما جاي ساي ده وده ود قريش يعني أوش ود بني هاشم وفيه بني هاشم مؤصل وعم النبي وزوجي بيته وبعد عنده عصبة تقيف تسيد عين الشميس ما في زول بيقدر يعمله يجيبوا قهرا يعني ويجيبوا بعد يوم أو يومين يجيبوا قهرا عشان يجي أتي به دي ما بتفتدي كده الهناي فده ما كان كيافي جدا عشان احنا نقول والله هذا حقيقة يعني قريش كلها كانت ما بتقدر تعمل سيدنا علي ده شال الباب بتاع الهناي ده رمه تجيبوا كيف سيدنا علي ده وكان صغير هاي صاحب يعني في السن يعني يعني لكن يعني شال الباب بتاع الحصن ورمه ما زول ساهل كده عشان انت تمشي تجيبه يعني ما بتقدر تجيبه احنا حمدتي ما قادرنا نطلعه من القصر تجيب سيدنا علي عشان تمشي تجيبه لأبو بكر يعني يعني وحتى لو قاررناه من كده ده من قريش وسيدنا أبو بكر صديق من تيم من تيم يعني ولا عمر من عدي وديل اللي اتنين قل شأنا من بني هاشم وبني أمية فديل ما بيقدروا على سيدنا علي يعني ما كان إذا أصنا المسألة مسألة الدم يعني طيب ده غير إنه الأنصار ذاته ما كانوا بيحتملوا كلام زيده وبقيت المهاجرين إنه تجيبوه الاتنين تجيبوه بزلة ما يعني مسألة غير طبعا جاء قيل إنه سيدنا عمر قال له إنك لست متروكا حتى تبايع وده مسألة مردودة وفيها واضح إنه يعني سوء في القصد يعني أو حتى غفلة يعني على أفضل الفروض يعني وعالي اللي شهد بدري وغيرها ما في زول بيقدر على بالسرعة يعني بالقوة ما بتقدر تجيبوه سيدنا علي هاي كان صغرهم سنا يعني لكن ما بتقدر بالسرعة ما بتقدر تجيبوه يعني بالقوة كده ما بتقدر حتى لو يجتمعوا يعني سيدنا عمر على قوته أنا ما بتكلم على قدره في الإسلام أنا بتكلم على قوته عشان تقدر تمشي تقلع سيدنا علي ده من بيته تجيبه ثم لا يتركه حتى يبايع دي ما بيقدر يعمله يعني وسيدنا عمر نفسه ما بيقول كلام زيدي نأنه اللي تابع سيدنا عمر وهو يتعامل مع سيدنا علي أبان فترة حكمه يدرك تماما أن ما بينهما لا يمكن أن يصل هذه الدرجة من أيضا رجاء أبو عبيد الجراح لسيدنا علي ما بتسند حجة علي تجاوزت 30 سنة صحيح سيدنا أبو بكر الصديق يعني ما في يعني قدر أبو بكر الصديق كثير من المسلمين يفضلونه حتى على كقدر يعني لكن الحجة بتاعتين إن تصغير دي الكبار ما كفاية يعني ما كانت حجة تجبر علي لأن يقوم سيدنا النازل كلهم ما هو يا دوب الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله يعني سيدنا أبو بكر ده ما الخليفة العاشر ده الخليفة الأول الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم رباهم التربية واحدة فمجموعة الخبرات التي يعني تجمعت مع هؤلاء الناس هي الخبرات مما أرسل وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم دي مجموعة الخبرات تساو فيها جميعا فما ممكن تقول إن هذا أفضل طبعا سيدنا أبو بكر الصديق كان معروفا إن رجل أنساب وكان رجل يعني غني ووقف مع الإسلام مواقف غير طبيعية وهو مقدر يعني بقدره وجلاله وكذا ما في كلامه وقلت لك كثير من المسلمين السنة حتى يفضلونه على علي صحيح بعضهم يفضل علي علي لكن المهم الغالب المسلمين السنة يفضلونه على علي ويفضلونه حتى على أبو بكر الصديق وعلى عثمان بن عفوان وكذا لكن الحجة بتاعتين أنك سغير دي ما كفاية وهو شهد بدر وشهد كل وكان نصيرا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول نفسه قال أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق فإذا كان هذه حجة لا يقولها أبو عبيد من الجراح والراجح أن سيدنا علي بن أبي طالب كان يعني يكن لأبي بكر الصديقة مودة خاصة ويرى في قربه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم رأيا إيجابيا يعني لذلك ما مشى ناحية المعارضة العنيفة ولا رفع سيفي وجهي واحتفظ بوجده داخله وأيضا كان لغضب سيدة فاطمة رضى الله عنها وأرضاها يعني جزء من هذه المحنة اللي احتملا سيدنا علي بن أبي طالب ومشي وعلى فكرة سيدنا علي والعباس كانا يريدان الخلافة لأن في مرضى النبي صلى الله عليه وسلم دار بينهما حديث طويل جدا وسيدنا العباس قال لي أنا أعرف يعني إنه داء الموت أو مرض الموت وأعرف يعني أهل قريش أو أهل بن هاشم حينما تأتيهم سكرات الموت فداء داء الرسول صلى الله عليه وسلم سنموت داءه يكتب لنا أو يوصي بنا أو يوصي لينا يعني فسيدنا علي قال لي لا ما بقدر قال لي ما بقدر يقول صدي ما صح نعم لا ما صح لأنه لو دونا لو دانا بتبقى مشكلة ولو ما دانا تاني الناس ما بدونا فخليها كده يعني يعني وعنده عنده عنده كلام يعني إيجابي شديد جدا بالنسبة ل سيدنا أبو بكر نصدر حتى لما نولي الأمارة فقالوا أنت يا أمير فسألهم جاء في خطب في الناس وهو أمير فسألهم يا أيها الناس من أشجع الناس فقالوا أنت يا أمير المؤمنين وكذاكو أمير مؤمنين يعني فقال أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه برمي برمي وما في كلام ولكن ولكن هو هو أبو بكر إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله لإلا يهو عليه أحد المشركين فوالله ما دانا منه أحد إلا أبو بكر شاهرا شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي عليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس ولقد رسأيت رسول الله وأخذته قريش فهذا يحاده وهذا يتلتله ويقولون أنت جعلت الآلهة إلها واحد فوالله ما مدنا منه أحد ما مدنا منه أحد إلا أبو بكر يضرب ويجاهد هذا ويتلتل هذا وهو يقول وي لكم أتقتلون رجلا يقول ربي الله ثم رفع على برده على بردة كانت عليه فبكى حتى ضل لحيته ثم قال أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم هو فسكت لقوم فقال والله لساعة عند أبي بكر خير من الأرض من مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه الكلام ذا كان في البداية والنهاية في ابن كثير وفي الصلاة في صفحة 68 الخليفة 38 الخليفة أبي بكر وبرده ربما لم يرغب في أزيته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى أبو بكر أخذا بطرف ثوفه حتى أبدأ عن ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فغد غامر فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين من الخطاب شيء فأسرعت إليه وندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عليه فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أتم أبي بكر فقال لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم وقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنت تارك لصاحبي مرتين فما أوذي بعدها وده بدلل علي سيدنا أبو علي صاح كان علي لم يرضى بتجاوزه في أمر الخلافة أو على الأقل عدم استشارته واستشارة الحاشميين في أمرها وأن غمنه كان أكبر بغضب زوجته فاطمة بنت رسول الله على أبي بكر الذي انتخب خليفة لأبيها وبايعه المسلمون على ذلك وبذلك انتهى أمر الزقيفة ب انتخاب أبي بكر الصديق أبا بكر الصديقة في كأول خليفة للمسلمين ما نريد أن نخلص إليه هو أنه هذا انتخاب بشري تام كان فيه حراك سياسي وهناك مجموعات أعطت صوتها إما لأنها طرى خيرا في أبي بكر الصديق أو لأنها لا تريد خيرا يكتسبه سعد بن عبادة اللي هو كان المنافس له تم تغييب الهاشميين ولم يعني لم تكن هناك يعني أسباب مقنعة لهذا التغييب أيضا السجال لم يكن سهلا وكان يمكن أن ينتهي بحرب لو لا لطف الله ولذلك صدق سيدنا عمر بن الخطاب حينما قال أنه فلت أنه فعلا يعني كان خيرا لكنه كان سجالا بشريا لم تستدع فيه في رأي خاص يعني لم يستدع فيه الناس أو المتعاكضون يعني لم يستدعوا آيات قرآنية أو نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بأحد ولم يضع آلية واضحة لكيفية اختيار الرئيس أو القائد ووضعها مباشرة في حجر المسلمين حتى يفعلوا ما يريدون بدنياهم لأنه كان يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك قرون آتية هؤلاء سيبتعدون شيئا فشيئا عن ما هو عليه الآن وكان يرى حصافة فيما ترك من المسلمين ويدرك أنهم سيصلون إلى بر السلامة بسهولة نيوس كان هناك معارضون سعد ابن عبادة كانت له حكاية ربما نناقشها مرة أخرى اللي هو المنافس اللي هو جابوه عشان ينافس رغم مرضه يعني ذي برضا مسألة ما فيه إقناع شديد يعني زون مريض تجايبه يعني ما يمكن يموت يعني بكر الصديق ولا لسيدنا عمر بن الخطاب حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب يعني هو كان لما يلتقي سيدنا عمر بن الخطاب كان يترك ويمشي يعني يديه يقبل الوجه الثاني ويمشي ما يمشي معه في نفس المكان يعني حتى سيدنا عمر بن الخطاب قال يا أخي انت اعتزلنا بعده ساب المدينة ومشى يعني لكن الكلام كان في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب طيب سنستمر في هذا النقاش في حلقات أخرى لكن سنشوف كيف الطريقة اللي تم اختيار سيدنا عمر بن الخطاب فيها ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي ثم الملك العضوز ونشوف الأمور مشت كيف وكيف مشت بهذا ما نريد أن نقوله أن هذا الصراع كان بشريا أنه لم يكن للدين فيه أمر أن المسألة تم اختيار وكانت هناك عصبية كادت أن تصل إلى درجة الاقتتال نحمد الله أن خرج أول مؤتمر للدولة الناشئة بهذه الطريقة وأن كانت مخرجات سليمة رضى بها معظم الناس وبدأ عصر جديد سنشوف أن نحن تبعاته ونشوف هل هناك حاجة لاستدعاء الماضي عشان نعيش الآن ولا إحنا علينا أن نعيش عصرنا ونشوف أن نحن ممكن نعمل شنو تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله أعتذر للإطالة شكرا